يا ألمة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي عاشتها تركيا وسوريا في العصر الحديث إنه الزلزال الذي تجاوزت قوته سبع درجات فاصل سبعة أعشار على مقياس رختر وألحق ضررا كبيرا بنحو عشر ولايات في الجنوب التركي إضافة إلى محافظات سورية وهو الأسوأ منذ مئة عام بحسب الأمم المتحدة التي وصفت استجابة تركيا للتعامل مع الكارثة بالاستثنائية ومع هول الكارثة وقساوة الظروف الجوية واتساع المساحات التي تعرضت للأضرار فقد هبت تركيا وهي تسابق الزمن في عمليات الإنقاذ والإيواء وتهيئة المستلزمات الضرورية للمنكوبين كذلك ساهمت دول عربية وعالمية بفرق الإنقاذ والمساعدات الطبية والإنسانية فيما سارعت هيئة علماء المسلمين في العراق إلى تقديم المساعدات لمنكبي الزلزال وبادر مكتب الهيئة في تركيا بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر سورية وتركيا في بعض الولايات الجنوبية التي طالها الزلزال وحثت الهيئة على وقفة جادة وغير مسبوقة لإنقاذ من يمكن إنقاذه زلزال تركيا وسوريا ليس ببعيد عن العراق الذي تربطه بهما حدود مشتركة واحتمالية تعرضه لمثل هذه الكوارث ليس بمستبعد لا سيما أن العراق حل بالمرتبة الثالثة عشرة ضمن لائحة الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية في مؤشر المخاطر العالمي لعام الفين وثلاثة وعشرين وأفاد التقرير الصادر عن المؤشر بأن مستوى التعرض يمثل احتمالية مواجهة السكان للزلازل والفيضانات الساحلية والنهرية والأعاصير تأتي تلك المؤشرات الخطيرة وسط نيار البنى التحتية للعراق الذي يعاني نقصا حادا في أهم المقومات الحياتية في مجال الصحة والأمن والغذاء والخدمات الأساسية في وقت ما تزال فيه جثث العراقيين في الموصل تحت الأنقاض على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية منذ سنوات فضلا عن أي تقدم في مجال إعمار المدن المتضررة أو إعادة المهجرين منها فماذا ستفعل الحكومة في حال تعرض البلد إلى أضرار ناجمة عن الكوارث الطبيعية وتغير المناخ على المدى القصير والطويل ترى هل الحكومة الحالية في العراق بأحزابها الفاسدة المنهمكة بسرقة الشعب مستعدة لمواجهة مثل هذه الكوارث التي تحتاج إلى بنية تحتية قوية وحكومة حريصة ومخلصة لشعبها غير خاضعة للميليشيات التي تخدم المصالح الإيرانية دون النظر إلى مصالح العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر